مصايح اللي ممكن نقولها علشان التقلبات الجوية نحافظ بيها على جهازنا الهضمين أولاً ما تخافوش من التقلبات الجوية لأن دي سمة الحياة نمرة اتنين احترموا السعة البيولوجية بتاعتكوا جداً يعني زي ما جسمك يطلب اديله نمرة ثلاثة وحيات أي حد وحيات الغاليين وحيات الغاليين عندكم بلاش جوجل وبلاش قالولو وبيقولو والفزاعة اللي بينقلوها الناس لبعضهم ويجي واحد يقول لي أصلاً لقيت كرات الدم البيضة واطية ففتحت الجوجل فلاقيت إنه جا حاجات خطيرة ده الإيدز يعمل كده فقولو ماشي كلمة كرات دم بيضة واطية دي دم أول كبير قوي بقى سألنا احنا فيه يقول لك أصلاً في واحد بيطلع على النت بيقول الكلام دي ملاش يعني خلوا مواقع التواصل الاجتماعي دي بعيد عن الطب واحدة شوية نعم بمناسبة موجة السقعة دي هل الحفاظ على الكهاز الهضمي هل الناس تزود بقى في اللبس طبعاً هي حتزود خفيفة عشان البرد بس قصدي إنه هو يقولك إيه الطفل لازم يغطي بطنه كويس هو نايم لقى عشان بيخدش برد في مهديته عشان ما يعيش عشان عشان هل الكلام ده له أنا مش شاف إن الكلام ده ليه أي أساس من الصحة إنه هو أصله خد دوش وفخرجت تستهوى لا هو التغيرات الحادة في درجات الحرارة يعني سخنة أوي ساعة يعني أنا قاعد في قطي قطي سخنة أوي طلعت مرة واحدة من قطي القوضة تانية فيها تكيف هو ده تقلبات درجات الحرارة اللي ممكن تأثر على الجسم لكن مش إن أنا خدت دوش فخرج غسلت دماغي فخرجت جالي دور برد وإنفلوانزة ما فيش كلام نخلق شكرا